يا مسيتي العافية عليكم مشاهدين ومشاهدي قناة WTV وطن وهذه حلقة جديدة من ليالينا في رمضان أهلا أهلا نورتونا إن شاء الله اليوم راح تشرفونا بهذه الحلقة وبهذه العمسية من ليالينا في رمضان أكيد بالبداية نشكر أفران الطاحونة بغداد العرصات على تقديلهم بكل الحلويات طيلة أيام شهر رمضان المبارك وأكيد جوازنا اليوم مقدمة من مركز الكوافير بسام بغداد الربيعي مقابل المول والجائزة الثانية مقدمة من مطعم كيلو كباب بغداد السيدية شارع قطر الندى مجاور زنود الحمداني بإدارة السيد أبو فرح مشاهدين الكرام أكيد نوجه أجمل تحية لأجمل كادر متواجد اليوم ويانا أحمد وحسن ومرتظى وبالصوتيات فارس وأكيد المعيد حسن الواعد والمايسترو حيدر مهدي أودناكم في كل حلقة يكونوا إيانا نجم شاب أو نجمة أو مختلف الاختصاصات أو التخصصات فحلقتنا لهذا اليوم قد تكون استثنائية حلقتنا لهذا اليوم صاحبها أو ضيفنا لهذا اليوم قليل الظهور بالإعلام لكن مجرد ما يظهر لازم يشكل ظاهرة ويشكل حالة استثنائية حطم أرقام قياسية بنى لنفسها خط واضح وصريح وجعل لنفس مكانه وزاوية مختلفة عن أقرانه من الشعراء أو المهاويل أو هذه التفاصيل اللي رح نتحدث بها هواي ضيفنا لهذا اليوم لمع في سماء الوسط العراقي لاسيما مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب وإنستجرام وفيسبوك وحتى التيوك توك هو اليوم بخانة واحدة بعيد عن وسط المشاهير أو هذه التفاصيل هو بحد ذات اليوم ظاهرة مشاهير دي واحدة علي الشيخ الشاعر أو المهوال لا الشاعر علي الشيخ الشاعر يجمع كل الألوان الشعرية طبعا بالبداية رمضان مبارك عليكم علينا وعلى سيدة المشاهدين شكرا لكم على حسن الضيافة والاستقبال شكرا للمخرج للمصورين للناس اللي راح نتعبهم ويانا طيلة هاي الحلقة شكرا للمشاهدين المنتظرين من البارحة أكيد هاي مسجات تجيين من البارحة شوكت تطلع شوكت شنو راح تأتي فاليوم إن شاء الله قدر الإمكان أنه نوفي لهم إن شاء الله أنا كلش فرحان بوجودة صارنا تقريبا سقدر رتب على لقاء يمكن أربعة تشور الصحيح من داكبر نامدي أنا شوف صار عندك سفر على الذكاء صار عندك سفر و أنا نحيس باللقاءات يعني إذا طلعت لقاء مستحيل بنفس الشهر أطلع لكن برمضان تعرف برامج ويش موضوع يعني سير زحمة برامج لكن أنا شوية على ما أكتف جديد وعلى ما أحضر وضعي ويصير عندي أشياء يلا أقدر أطلع به للجمهور وأطلع للناس المنتظرة أما بدون ذني كلهم ما أقدر أطلع أي ما أقدر أطلع حتى هيئ النفسي قبل ما أفيدك أفيد نفسي زيب بالبداية أريد أن نفتتح هذه الحلقة ونفتتح هذه الأمسية أريد نهدي شيء لقواتنا الأمنية وليحشدنا الشعبي البطل اللي لو لا احنا ما قاعدين هاي القاعدة وبأمن وأمان من شمال العراق إلى جنوب فشين يقدم علي الشيخ لهؤلاء العبطال والله هما يستاهلون هما أجواد وكرة ماء نفس والجود بالنفس أقصى غاية الجود أكيد ما راح نوفيهم لكن مثل ما قلت لك قدر الإمكان أنه بلكي يعني نوفي جزء من اللي تعبوا به لكل فرد عراقي سواء كان من الجيش أو من الحج الشعبية أو من الفرقة الذهبية أو من الشرطة أو من جميع الصنوف جميع الصنوف العراقية العراقي يقول إلى الذين ينتظرون غيابنا لا يعلمون إننا كالشمس كلما أشرقنا انطفأت النجوم أنا بيرغ والزلم ظلت وراي أنا بيرغ والدول ظلت وراي أو لو سهمهم ما تردو حشايتي حطن فوق الشمس حافة مشي لعام ولا مخنث يوقفوا على جناستي أنا خاتشيت الشجر لو مر خريف لسه ترمحد مسوي سوايتي ذي العقرب ما صرت لي بشر ذي لولا صرت عارع لو لدولايتي منزعل احذر ما عديها على خير ذيبوا بدمي الله فض طلابتي الله ما خالق شبه من أربعين أنا ما تشبهنا حتى مرايتي ولازم اتميز الرجال من الذكور الزلمة كلمة وهذا لعبوا ساحتي الله الله على الله هاي حطمت يعني مشاهدات الله خلي صارت موجودة بالحفلات بالقاعات بالمناسبات شدك بالقاعات ها قاعات حفلات يعني قاعات عراس حبيبي لا صيد ترى صيدك والله شنصر هذي القصعدة ليش وسطت هذا الوصول المغيب شوف احنا العراقيين دائما نحب الهجوم وأنفسنا حارة وتعرف العراق ما مربيه من ضيم ومن مشاكل تولد عدة الطاقة الهائلة هاي يعني العراقيين يعني أكثر قصائد اللي تتروج داخل العراق واللي يسمحها المشاهد واللي يحبها هي القصائد الحماسية اي لانت عرب جو العراق مشاكل عارك العراق دم حار شوي بلفعل احنا نحب هذا اللون اللون يشي الحشائر اي فهي القصيدة يعني كانت هو كل ما يخرج من القلب يدخل الى القلب فهي كانت نابع عن موقف والحمد لله وشكر وصلت وحبه جمهور الحمد لله وشكر وانت بطل على الله خدوة العين مننا لك الله الله يأزي شنو قصات المسلسلة اللي راح تكون بي بطل شنو اكوهيج عصفور تقول شنو هاي التفاصيل شما نعرف بيها والله شوف خل اقول لك سعر يعني انا هواي توجهتلي اعمال دراما اعمال درامي يعني احنا ما شفنا الشاعر او رسالة يعني احنا مو بسانة مو عن نفسية سولف ما شفنا الفنان مثلا حسام الرسام ابدع بالتمثيل وبالدراما حبيت حسام الرسام حتى نكمل حبيت حسام الرسام بالتمثيل لالاخير لا ما احبيته ما ابي وكر الديب كان مو بدع ما اجده بك لا بها ما اجده بني يعني حقيقة ليش احنا شون السبب شنو اللي حسيته ما موجود يعني شوف هذا الشي تقليد يعني هذا الموضوع صار تقليدي يعني انت تريد تجيب واد الذئاب بالعراق لازم امكانية ضخمة يعني شوية اي فيعني الحمد لله وشكر هو يعني على قولته انه علمت ما ضرت ان شاء الله يعني ما قنعك حسام الرسام بالتمثيل بالتمثيل حاليا حاليا بس اما بوكر الديب حبيتها بعمال سابقة ايه بوكر الديب حبيتها كلش حبيتها حساب بشان بموقعها شنو اللي ما قنعك انت صريح اللي ما قنعني يعني هاي اشياء ما معرفة مثلا شنو اللي ما جذبك يعني التمثيل العراقي يعني خاصة الدراما العراقية المفروض ان تكون ادق بالتفاصيل يعني ادق مو يعني شبسر يدمثل لا لا المفروض انا انتبه النفسي انا ما علم استاذ حسام استاذ كبير جدا اكيد تحياتي الى فنان كبير ايه فوق الكلام اللي اقول استاذ حسام اه لكن انا كرأيي الخاص بي انا انا ما حبيت حسام بهذا بهذا المشهد ما حبيت حسام زي نكمل موضوع الترشيحك لبطل احد المسلسل ايه انا اليوم من من اشوف شاعر قصة حوب وشاعر ومسلسل وشلون يحب حبيبته وشلون يكتب لها غزل وشلون يكتب لها مراجل مرات شلون يكتب لها الاشياء والمواقف اللي تصير بي هذا شي حلو قصة وشعور وهي شي احنا مرات داخل بالمنصة داخل الجو الشعري من نقرأ القصة القصيدة والقصيدة تلقالها هواي تأثير داخل المجتمع فالريد هذا الموضوع يصير دراما من رشحك؟ يعني رشحتنا عالم هواي يعني جتنا مثلا مثلا الشي ما صاير وقل لك ش صار يعني هاي المشكلة سترشيح احنا ما جاء نقول تم ترشيح ترشيح مو من داخل العراق يعني هو المسلسل كله مو داخل العراق يعني مو عقارد العراق مو عراقي بدوي ويجمع موضوع يعني بدوي عربي بس لازم تقلها تفكير سنة سنتين يلا تقدر توافق يعني مو انت توافق على شي انت ما تقدر له يعني لازم تتقن اللحجة اولا الوضعية ما يصير انت تجي مغمض وطب الفن وين اليوم عالي الشيخ من بين هذا الكم الهائل من الشعراء والله الموضوع سأل بي جمهور وين يشوفوني ما تعرف نفسك انت اليوم وين لا انا عرف نفسي بس هذا الشيء اكيد تحتفوني ما يحفظ بين نفسك هو موض طرحة امام جمهور الجزء واحد اللي محتفظ بين نفسك شنو اللي محتفظ بين نفسك شنو الحمدلله وشكر جمهوري اليوم انا نايم هو يتعارك علي انا قاعد عد اهلي هو يتعارك عليه الحمدلله وشكر مادام جمهور وراي بظهري خلي لي يحكي وريد يساقط يحاول ما نحتمل علاوي بفترة من الفترات كنا كنا متابعين ستورياتك ويعني متابعين يومياتك انت تشرت قريب جدا جدا من المشاهر صار تقريبا ستة شر الى سبعة شر علي الشيخ بزاوية واحدة وانا ذكرتها بالمقدمة لانا عندي ادلة انت بعيد شنو سبب هذا البعد خصوم لو انت ابتعادكم لشغل لا هو الابتعاد مو خصوم يعني اليوم انا مشاغل وتعرف سفار وروحة وجاية واعمال وضايقنا رمضان والتصوير وحلقات وتروح منا وتسوي اعمال للعيد فهذا الموضوع شهر او شهرين هو رقضة يعني ما تقدروا نتحدث عن سبعة تشهر اكثر يعني سبعة تشهر يعني سبعة تشهر يعني اوكي يعني انت تشوفهم اصدقائك واخوانك وتمشوا اياهم وتطلعوا اياهم لكن هم مو لونك يعني هم منتروح لهم يشتغلون بألوانهم اليومية بالاستوريات ويشي بس انا هذا مو لوني يعني انا اروح ادور على عمل يفيدني يعني غير افيد نفسي اخوه مو قالتي هو اضيع نفسي علي الشيخ شاعر معروف لو شاعر مشهور لا شاعر نجم نجم ايه شاعر نجم شون عرفت انت نجم هذا الشيك محتفظ بي نفسك اللي قلت لانا محتفظ بي اي 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 هذا الشاعر هذا الجمهور والشارع والحمدلله والشكر والناس هاي كلها يعني اي 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 ا وهذا الحبله ماريده خمسين مليون مقاطع الخاصة بي عشرة مليون تسعة مليون ثمانية سبعة والستة والخمسة فإن كلهم موجودات والواحد مليون حدث أنت الأول بالمشاهدات لو أكو أول قبلك والله أنا ما أعرف يعني ما روح أدور عد الشعراء أشوف مشاهداتهم أدور عليهم ويشكز محصل فلان على مشاهدات لكن ما أعرف يعني اللي سامعه شينه اللي سامعه ما أدر ماك واحد ظهر بفيديو ووصل هذا الفيديو تسعين مليون يعني علي الشيخ أول واحد لا لا أنا ما صرحيش تصريحي هذا التصريح يجرح بعض النفس متصرحت بعض لا أنا ما لها ما صرحت أنا قلت لك وصلت لها القد أما أكو أعلم مني أكو أعلم مني ما أعرف فاي أم الجمهور ما أدري نسمع شي من القصائد السريعة اللي أثارت الجدل بشكل فضيئ لا شو فيها هي هاي القصائد أول شي سؤالي فينا عنها هذا اللون شو يسموه؟ يعني أنا لواحد من الناس أردفهم مدى أعرف شوفوا الشعر هو الشعر الشعبي اليوم أنت ابتكر لك شي بالشعر الشعب العراقي أو بالشعر الشعب النبط هذا ابتكارك؟ لا هذا مو ابتكار بس دقيقة خلينا كامل تموحاتها ويعي علا يالله يالله اليوم مني صير أكو ابتكار جديد اليوم أنت ابتكار الشعبي مو تجي تكذلك سيافتة شنو تطلعته هذا الشعر الشعبي نحن متفقين مو مقنن ما بي قانون ثابت فقط مقنن بالوزن أما تجي بالابتكارات الجديدة هذا لون يحسب لك أول شي أنا والألف مرة جاي راح أعيتها وأعيتها وأعيتها أنت اليوم تفتهمني افتهمني ما تفتهمني أقلب المقطع روح أكو مقاطع غيرها فأنت مخير وليس مسيّا أنت مخيرت شنو علاقتك بيه أنت أكو ناس تحب هذا لون وأكو ناس ما تحب وكو ناس ما تحب مثل أي شيء مولونة يعني فهذه القصائل السريعة منها ناصر الفراعن اللي يقول باسمك اللهم منزل صورة الأعراف والأحقاف من ذنون كافاء يا عين صاد رب صاد ومهلك فرعون ذلاو تاجعاد ومر بنا وصخر ومبواد بله رمضات العماد جيت لاني حي لاني حي لاني ميت بينك فلت بينك بطيت حط البيت تلو البيت وشد القياد جيت لالحفلة عدي شي لون لمنون بردي قامت هيدي تصفيقي طبعا جيت أبغل قصيد جيت خير وجيت الشر وسر بر وحلوم مر نفذ العاز الأيمين در وإلى آخر القصر ماذا موضوحة؟ يا أخي أنا من هذه البيئة أفتهم الموضوحة ماذا موضوحة؟ أفتهم يا أخي بسم الله الرحمن الرحيم هو بسمك اللهم بسم الله الرحمن الرحيم بداية أي رسالة بداية أي موضوع إسلامي وأنت مسلم هاي بدايات ماذا؟ افتخر بيها علاوي افتخر به شون؟ بسمك اللهم جاي يقول بسمك اللهم منزل صورة الأحراف والأحقاف ها؟ أو كاف ها عين صاد صورنا صورة ياسين صور جاي يستشهد لك يبدي بيها بسم الله الرحمن الرحيم اللي أنزل هاي النعم علينا ويبدي لك بموضوع القصيدة فهذا الأشياء حنا نفتهمها أكو ناس ما تفتهمها فمشكلة ذوقك مو مشكلة فيها ذوق وبيعته ولونه وطبقته بيتك أنت رجال حضري الحضري نطيك حضريتك ونحترمها على عين وعلى راسي بس مال أنت من أسولف عن كلام بيئتي وتجيني تنتقت لا أنت مو من حقك تسولف أصلا لأن انت ما تفتهم أنا شم العلاقة؟ حس لو سوينا تصويت أفضل شعراء الأغنيات في العراق ما قد يحصل على الشيخ رقم؟ إذا جمهور من صفة صفر يحصل على الشيخ صفة؟ إذا جمهور من صفة يعني قبل الأول؟ لا لا صفر صفر لا يمكن لا تدري لي لأن قبلي ضياء الميال وقبلي قصة عيسى وقبلي حازم جابر وقبلي رام العبودي وقبلي حمزة الحلفة وأسماء لامعة هواي 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 أسماء لامعة هواي هواي يعني آسف يعني أخذ الله مثلي اسم بالنص حياتنا لكل اللي ذكرتهم أجمل تحية ولماذا ذكرتهم هم تحياتي لهم وأخوتنا إيه لكن يعني أنا توني كتبت الغنيتين ترى أنا غنيتين ما شاء الله نحطم نحطم نشاهد هن يارباي ولو هذا الحب لو ما أريد إن شاء الله قادم أجمل على اللاوي فد ولاي وجهك خير على النجاح فد ولاي الحياة قد تصبح رائعة إذا تركك الناس وشعنك ليش دائما نسمع فلان حيش على علاوي فلان طعنب علاوي فلان كتب تعليق سلبي على علاوي ونشوفك إنه هنت تتأخذ دور الصامت ليش؟ أكيد الصامت ليش ما ترد عليهم؟ والعسد لا يرد عليهم هؤلاء اللي يحشون علي يشوف خلي المشاهدين كلهم يسمعون دولا شك واحد يحش على علي الشيخ تدرش يقول له أنت الله مشغلك خادم عدي عبد عدي أنت خادم مشغلك الله عدي تدر ليش؟ أنا نايم عده اللي وأنت تحش علي أنا ما منزل قصيدة جديدة بس أنت جاهد تعيد ذكري بالساحة أنت جاهد بالعكس تعيد الموضوع تعيد اسمي ويداول بالساحة وجمهورك يسمعني وجمهور فلان وجمهور فلان بالتالي أنت مادر بنفسك أنت أولا نقصت من نفسك وزدت إلي واللي يحش علي أنا مرات أجي لأمي تقول لي ما علي شبيك ضايج قلت له الله فلان حش علي طلع ببرنامج قالت يومة اللي يحش عليك راح يدعونا البرنامج أو المهرجان أو راح يضطونا فلوس بالمقابل قلت له إيه قالت ويردي تجيب لعلاق الأهله فإذا رزقهم عليك يعني فخليهم يحشوا يعني تناس تاخل فلوس وتحش عليك؟ أي والله أيابة أي والله كانت تكفي شعراء ياهل يعرفهم لو ما يحشون عليك لو ما يحشون عليك ياهل يدعي ببرنامج يعني اليوم يحشون على الله والله أنا عرف شعراء يدعونهم للبرامج يعلموا يحشون على الشيخ لا أكثر ولا أقل اليوم يحشون على علاوي ينعرف أي دم الحلقة أنا أي غير دم غير دم اليوم ولذلك أكثر شعر الحشة علي بالتاريخ أنا ظلا خليه أحشون على علاوي علي الشيخ أسوأ شاعر في العراق وروحوا قلوله مثلاً هي تشيح تشيح؟ مبروك طشيث طشيث؟ أي هاي طشيث علاوي علاوي أي والله 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 والقرآن يا أخي يا مكان أم حاجيك شنو علاقتك بيه شنو شنو علاقتك بيه شنو شنو علاقتك بيه أقدمة إلى متابعين ولا جمهور ولا ناس ما يعجبك يا أخي روح تابع غير شاعر أنا لازمك من يدك إلا تتابعني بالنهاية ساحة للجميع والأفضل يبرز مو له لا طبعاً هاي السوفرة وممدودة ورزق من الله هذا سبحانه وتعال بعدنا بهذا الموضوع بس من نوع آخر هل هناك قصائد باعه وقصائدهم على مدى الفلوس؟ أعني شاعر يبيع الشاعر؟ أعني قلتك ماذا؟ 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 إذا شاعر يقول أن شاعر يأكل قصيدة من الآخرين هاي شون؟ يعني شاش تسوي ما تسوي؟ إذا هذا يجي مبتدئ وعده فلوس وحط له ألف دولار بالجيب ما يكتب له؟ بأمان على الله ممكن أن تبيع قصيدة؟ لا ممكن أن تبيع قصيدة بس ما بيع ما تبيع؟ لا بيع بفلوس ما بيع قصيدة تطيق على مدى سندة؟ بس أن تطيق على مدى سندة هاي ايه إنسانية هاي ايه بس بيع ما بيعانه ما ممتاز الحمد لله جيد لو سوينا منافسة شعرية بين الشعراء الناصرية وشعراء بغداد بكل أنصاف مين راح يفوز؟ مدرق قصائدهم تحكم معروف قصائدهم تحكم القصيدة تحكم؟ لا قصيدة تحكم شلو؟ لا لا اليوم الشعر ما يحد بمكان ما يحد بمكان وين قوة الشعر بالعراق علاوة؟ قوة الشعر بالعراق؟ أمانة والله كل العراق شعر لا لا وين قوة الشعر شوف انت ما هي درجة يقع في العراق معروفة هاي هناك شعراء؟ أسأل لك واحد نحن نقول بغداد مدينة الصدر كير من الله بها مدينة المدينة شعر وفن وكاسمة هاي تبشي إبداع متروس بالمدينة أما هسا انت انزل هذا البنغلاد الشي اللي اشتغله هنا بالقناة قل له وين الشعر؟ يعني الشعر الشعر كثرة الشعر ما قصد الشعر الأفضل لا كثرة الشعر وين؟ وحكي لك بالناصر يا بابا بالناصر هاي شي يقول لك راح يجاب الناس تعرف أنه أكثر مدينة هي تكتب شعر؟ يعني بدون نقاش أكثر مدينة هي تكتب شعر الناصر هي زيب؟ بدون أي شيء لو سوينا متحف أي متحف نقول هذا متحف الشعر الشعبي العراقي نعم أوكي وقلت لك رشح لي أسماء شعريا خلي قصائدهم بهذا المتحف أوكي منهم؟ منهم؟ حسب ذوقي ما لعلاقة بجمهر الناس حسب ذوقي ذوقي الوحدي ما أريد واحد يأخذ بكلامي وحدي أنا ما لعلاقة بأي واحد هاي رقلك يا مظفر النواب؟ عريان السيد خلف كاظو اسماعي القاطع نعم سمير صبيح جبار رشيد غينم حسن كاظم خبط ذياب قزار صاحب الضويري كاظم الرواعي كاظم الركابي زامل سعيد فتاع من الشباب من الشباب؟ من اللي تحس هذا هذا يستحق يدخل لهذا المتحب يستحط قطيني اسم واحد لا اسم واحد لا أنا أريدك تحسر لي باسم واحد لا ليش ليش قطيني اسم أول اسم من البارد شاعت تريد تريد تطيحني بمشكلة اسم واحد كوش عراه واي عراقيين شلون لا ما جاوب يلا طين يلا طين أنطيك ثلاثة أربعة يلا طين ثلاثة ثلاثة عندك رضا العبادي سعد شميل ومهي من الأمين يستاهلون والنعم والمهاويل المهاويل والله أنا ما أدري شيء لك بس أكوه أسماء جميل جدا حلوة أنا أحبه واحد اثنين مبالا لأطيك عشرة مهاويل يلا يلا مثلا نبدي عدي الكعبي بما أنه مرتد أخرج من هاي الدائرة مرتد أخرج؟ خرج رجال رادود ما لا علاقة وملا مرتضم ووفق إن شاء الله تحياتنا له عدي الكعبي قاطع المياحي فايز البدري مثلا عندك معتز الكعبي طارق العبودي ضياء الدراجي عندك حج نصير بالبصرة فهد الصالح محمد المياح ما عاجب ما قلت اسمك طبعا سيد لؤي الموسوي مصطفى الطائي علاوي ما عجب ما خليت اسمك قبلهم رعد المياحي محمد الزيداوي ولدنا دولة كلهم كلهم يعني إذا عدده أتعب كرار البصيرة عفوا تحياتنا وأجمل تحية لكل الأسماء اللي ذكرت من المهاويل ومن الشعراء واللي اللي ما ذكروا فبالنهاية حددنا بعض شنو كلاك تتجه لكتابة النص الغنائي؟ والله اللي خلينا حب العالم حيات العالم العالم هذا غذاء الروح الموسيقى غذاء نفسي تك ترتاح يعني أنا اليوم يعني بنسمع أغنية بنضوج شو تسمع أنت أغنية غير له لا صحيح فغذاء الروح هي الموسيقى شنو اللي أضاف لك نجوم الدار البيضاء أخواي ضافوا لي أخواي ضافوا لي يعني الدار البيضاء بهواي أشياء أضافت يعني مثلاً عد قلت لك من قبل شوية سولة تسعين مليون أقل لك يا ربائي المادة؟ المادة؟ أشوف إذا مادة؟ السيد المخرج وين؟ يسمعك يسمعني بس خي يقربها على هاي الساعة حسن خلي يقرب على هاي الساعة يلا قدم يدك ها هاي الساعة روليكس أوكي الكلام للجمهور هو خلي يقيم هاي الساعة بإش أنا ما راح أحيش سعرها قل سعرها تقريباً لا تقريباً أبد لا لا هاي الساعة خلي نفسها يبحثونها خلي تطلع بالله أنا ما محتاج والله ما محتاج ابن عائلة الحمدلله والشكر أبوي شيخ عام عبادة الله مشيها بوجهنا فاتحها بوجهنا ألف الحمدلله والشكر فأنا ما محتاج المادة بقدر ما محتاج أنه أونس العالم خلاص وأونس نفسية بالعكس موهب تريد أن أميها وارتاع وأتونس وأطلعه وكلت تترك الشعر فاديون لا ليش أترك الشعر ما هي ناس غادرة الشعر لا غادر الشعر ما يحب الشعر أجل الشعر على مود مصلحة يعني أي اللي يحب الشعر وموهبته الشعر ما هي جايك تابع حاليا برمضان من أعمالك شنو أكثر عمل جذبك هذا المسلسل اللي يقول أي بنات صالح بنات صالح أي بنات صالح شنو مشكلة الضيبية هل يجي يذكر بنات صالح ما أنا ما تش أنت تابع أنا تقريبا صال ليومين تابعت لي أش لأن شي في الضجة علي والعالم والموه الموضوع بنات صالح يتخلي شوف الموضوع شنو بأ الله خلفتهم هذه غير أفلام النت فليكس وبأني الأشياء ذلك ما نحش بهم الشاشة حبيت القصة مع البنات صالح حبيت أي والله حبيتها والحمد الله وشكر يعني طلع عدنا هي تعمل عراقي جميل جدا يتحدثون تتحدث به الدرامة المصرية شكرا محمد هاشم شكرا الكاتب شكرا بنات صالح كلهم أنت عندك قصيدة يتشل الحشد كاتبها عندك قصيدة حجداوية صحيح شي منها قبل الكواليس والله وبالله إذا تحضرني يعني شوية من عدنا؟ إذا تحضرني حشدنا هدولا حشدنا يستاهلون يستاهلون بس هي القصيدة يعني التقليل بنصالها بل فينوارباطع عشر يالله نسمع عشر يستحقون ولدنا يستحقون يقولوا لا أنت البحلي أو لا أنت بقدي ولك خلي نساكت جوز من عدي لا شكتش فنوطلع شكو مضموم وأحمد ربك الحد هسم تهدي قوة وما أدرج لي على قد غطاي لا أوصيها فوق فراشك متهدي أنا ابن الحلم هم بي لطم وصياح اقعد لا أخرب حلمك الوردي القالت على الشبيك وزامطان وراح يلقون الضحف فاتح تنظر الله أنا أكو موعد أرجعلي أرجع نحن عندنا مجموعة الصور صحيح سالحيدار أنا أكو موضوع لازم نعرجعلي أنا تفضل هنا ونعلق ها أوكي تعال يلا أوكي 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 أي سؤالي الأكيد نحن شوفو قغب علي الله أي هسا أوكي؟ أي أوكي أوكي أي العراقية دائما أنا دائما بالسوشال ميديا أبحث وأتابع وأواصل وما أعرف شوان لكن هاي الفترة يعني شفت هواي من شبابنا وناسنا يعني مثلا على مود أشياء الخاصة يريد يصعد حسابها أو مثلا مدري شنو يتجاوزنا على فئة عراقية يعني مثلا هسا الآن متدا أنت عندك مشكلة وشخص واحد ما عمها ثقافة تكون عندك شرف خصومة يكون عندك أنت اليوم يجي فلان وفلاني ما عم ديرتك لها فرسالة هاي أتمنى أن توصل إلى كل من يريد أكره الغربية شنو معنى العقال بدون تشفية إشروقي أو شيء قافل قافل واملح من الهور وموت الموت من الصيح سنية عجل يابا العراقي يريد غيره وشوك الله وحمد وحمود نخول كل عراقية الله لو صاح العراق بلا شعور نقوم اتشاو العجل واللعد وعليه الله أخي وطو ننجمع بس كنا نفس اللون وعلى ظهر العراق نصير خاتشية وقية وعائشة على الرحلة رسمن بيت وجت كل الطوائف قعدة تفية وجت كل الطوائف وجت كل الطوائف وجت كل الطوائف قعدة وانا الربطني دليمية طبيت وشايل روسية أحش معلق هين ويا بشار بغيره من الغربية وضحك لو صارت حربية شغير أخوان شروقية أفخر لو قلت أنا معيدي وأخوان أم أهل الغربية الله عليك علاوه الله عليك رجعتنا لحظة انطلاق فتوى المرجعية وهبت أولاد الجنوب لنصرة أخوانهم في الغربية هنا شكلت اللحمة الوطنية هنا طلعوا أبناء الجيش وأبناء الحشد ونقلنا صورة للعالم إن هذا هو العراق واحد موحد العراق يستاهد كل طوافة وكل ألوان ما كتبت إنت لي هاي التضحيات والله قلت لك قرأت للحشد وقرأت لأخوانا آساء الغربية ممكن نحن نقدر نختصر هذا هاي التضحيات نقدر؟ والله ما نقدر نختصرها بقصيدة ما نقدر لكن قرأنا ومطينا كل من حقه ولو مو حقهم هذا لكن راح أقرأ لقصيدة مرأت بها أنا موقف هذا مرأت بها أنا وهم السادة المشاهدين هذا المفارق هذا اللي حب حتى نأخذ الصواة يقول ليلة زعلتك ما نمت والله بزعلتك ما نمت عن حلفة الله شوية وزعلان شفتك بالحلم والدنيا ضاقت بيه الله وما بيك الدمع النزل مثل المطق بخشمة مثل الإجمن الأسر مشتاق لهل البصور قبل الحدود ويعمل يابا تكسر من الدنيا جبل طيحة دموع الزلم شغيرة عرف الزبحة أنا بس وعلم إنه زعلت حاسد صرف واحسدت حيل النملة وقمتا شغ بنص الحتش وناس هي تكملت الله أحايا ليلة زعلتك شاي بعجوز وبيمرض ويصيح قاموا من الوجع وبليل طردوا أهله وإلى آخر القصيدة عاشو أنت مبدأ نشوف أول صورة ونعلق عليها سوية أنت؟ الله الكبير الراحل جبل الشعري عريان السيد خلف رئيس وزراء الشعر الشعب العراق تأخذ له تحية؟ أكيد تحية السهل سيدة عريان شو اللي خلاك تتأثر؟ شوف عريان سيد خلف مو فقط شعر مثل شخصية عن الشعر الشعبي عظيمة كشخصية كرزانة كحوار كإبداع بيش تريد تحدى هذا الجبل الشعر شون تريد تحدى ما توصف ليش عندك أغزمة خاصة بيش أكو بيت بيت الإيهاب المالك يقول صعبة شاعر أن تشوفه مهزوز كون تشوفه قائد دولة عظمى هذا قائد دولة عظمى عريان سيد خلف قال المقدم برامج قال إذ لم تكن شاعر فما تكن قال على أقل رئيس جمهورية أها رحمة الله على روحة رحمة الله على روحة بخلدون إلى الرحمة لو ما تكن الشاعر شون تكون لو ما تكن الشاعر على الشعر شون ممكن تكون ما كون بن ناصر إذا ما شعر يلا شوف الصورة الثانية مرتضى حرب رادود المبدع المميز أراضي من الأصوات الجميلة اللي نحبها بأكتر من اللقاء أنا أنا متكلم متكلم قرأها إليك أو التقرأت لك؟ أنا قرأتها التقرأت لك ما هذا القصيدة؟ قل لي يا ماشلون ما ريد الصحب وياك ما تسوى شنها الصحب وتبرد رايدك خوة وإلى آخر القصيدة أراضي استاه أنا من معجبي آآ كل إحنا من معجبي كل إحنا من معجبي مرتضى حرب كل إحنا من معجبين خصوصا عندك قصيدة تقول أحسين خلينا على بابك غير بابك غير بابك ما أدك هذا عظيمة ألف تحية لمتضى حرب استاه الحبيب العظي ناخذ الصورة اللي بعدها الله والله قديمة هاي الصورة مين طلعتوها من جيت بيها هاي عندنا معد حسن الواعد تحياتنا والله وبالله شوفوا كل البرامج إحنا نشوف شوف شوف خلنا أطلع لكم صور أي واحد مشهور أي واحد هاي الكاميرا هي أي واحد مشهور يجي للبرنامج هو يطل أسئلة بس اليوم والله بهالبرنامج ما نطيت ولا سؤال مني وهاي الصورة موانا منطيهة صحيح والله بس هاي الصورة القديمة أنا تقريباً ألفين وثلاث عشر أنت من شفت المخرج المعد شفتك ارتاحات أي 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 والله هذا هاي بميدان بقرمة علي بالبصرة تحديداً زي؟ أي وشنا رايحين عراضة عرس بس ولا ملامح ولا أي قديمة قلت لك قديمة ماذا قال أمرك هنا على اللاوي؟ يعني ثلاث طعف أمر أربعة عشر سنة أربعة عشر سنة؟ أه وأنت غالب عليك الشخصية العشائرية القبلية؟ أكيد 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 أنا تربينا تربينا بهاي البيئة ويقل لك المجالس مدارس مدارس طبعاً نحنا تربينا من هذه البيئة طبعاً أه سكبران شكبران شكبرى صحيحة زوانا تحياتنا زي العربي كل شغل أنا توقعتك تجيني بالأقل طبعاً والله إلا ناس هملت على السرق لا عسر أي والله هنشوف اللي بعدها الله اشتركوا في القناة لم تربينا علشاء على ثم وونا من عندنا قابلين على عيد اغلب يا السابع مت رب النطوي النطوي علي الغد جايين على عيد ما تقول له ساعات قليلة توصلنا على العيد هذي كامرة تقلقها هذا الشخص هو اللي ربقني هو اللي كبرني هو اللي عشت وياه تقريباً في 18 سنة هذا أخوي أخوي جبير جاي تشوف أنت شاب وهيتراح شنو كتبت له؟ هيتراح كتبت له هي قصايدة قصايدة معلمة يعني حقيقة إذا ما تريد نبتش لا ما رد أكتبتش أنا لا ما رد أكتبت يعني أنا قصايدة ولا قصيدة قارية شونه كان يعني لك شونه أثر بيك أثر بيه هل يعني أنا قل لك الصورة اللي قبل هاي شفتها وغسها هذانا قدامك هذا تأثير بيه يعني محمد ما دري شكله يعني تعمل عهن على اليوم الأخسنت كسرة كبيرة كسرة كبيرة محمد خلى غصة بداخلي يعني صح نفحك بس نفحك شدد شنسولف نسولف شدد يعني ما كتصدق بالموضوع بحياتك كلها ما راح تلقى صدق بحياتك كلها ما راح تلقى صدق علاو خاف هاسه ناس ممكن ده تشاهدنا ها طلعتوله صورة ها حتى تبتشوف لحظة لحظة عندنا رسالة قبل ما نحكم بسبق الحدث اليوم مقبلين على عيد وهواية فئات أخ ميحت شو يا أخو صال له سنوات وها تشوفه بلحظة انت ممكن تفقد أخوك بعد ما تشوفه شوني توجههم رسالة يا الفاقد أخوك عمي مو يا الفاقد أخوك ها انت تسولف المتخاصة مو يا أخوك اللي متخاصم مو يا أخوك والله وبالله والله وبالله الله إذا فجعك بأمك وإن شاء الله بعيد الموت عنكم إن شاء الله والله لا يفجعكم بأعزائكم يعني أمك إذا راحت أوكي أبوك إذا راح أوكي بس الله لا يفجعك بأخوك والله وبالله يبين كسران وظهر أخوك عايش ويا تاكل ويا تطلع ويا تسولف ويا تنام ويا تطلع شقاكم ضحك سرك سالفتك والله أتعجب عني عفوك والله من هاي اللحظة صرت تعجب عني يزعى على أخوه لو دقيقة يا أخي الله خلق لنا نعمة شبيرة احنا ما حاسر ما هي نعمة الأخ؟ نعمة الأخ يا أخي نعمة أنا عدي سبعة أخواني أنا عدي ثنين الله يحفظه سبعة إحنا سبعة غير هذا بس يا أخي من راح والله وبالله كل انفجعات لا لا يعني صرنا شلون ليتامع شلون فاقديننا أبو لنا فمحمد تعملها؟ فإذن خسارة الأخ لا تعوّف فاللي ما يحكو يا أخو هذا عيد وهذا عيد فطر مبارك ومقدس جداً أدرب العالمين التجهو إلى المسامحة والصلح لأن إذا خسرت بعد ما يرجع لك تضل على الأول نكمل حوارنا وأعتذر لهذه الدموع النزة لكن هذا الدموع إذا ما تنزل هنا فرح تنزل الخارج السعودي لا الله يا أخي وأنا متأكد يومية تشتاق له ويومية تتذكر أكيد يعني أكيد اليوم رايح لي رايح لي زلمة زلمة يعني المنسؤال فلا كيف يجوز يقولوني بالغ مفزع بموقف وبتفق كريم بتعمو؟ ها؟ بتعمو؟ أي عمو؟ كم محفيد؟ يعني ما يمعدون يعني التقريبي يعني ثلاثة بواحد بثلاثة أربعة يعني إذا تجمعهم أكثر من عشر عيدي ستطيعهم عيديات؟ ألا أو صراحة ألا أحنا نشوف من وراء هذا الفقد ما صار عندنا عيد بالبيت يعني من وراء هذا راح تلقانا نصبح بالمقبرة فما عندنا عيد يعني إحنا كل عيد بس إذا كنتم مرتاحين فهو راح يرتاح لا لا هي تشذب واحد يرتاح وورا فقد تشذب واحد يقول لك ارتاح تشذب تشذب عليك شين اللي يجب رأك ممكن تتنازل عن حقك بأي جانب بالحياة؟ الحب الحب؟ ايه انت تحب؟ اها هوك واحد ما يحب ترى اللي ما يحب مشكلة بعقله مشكلة بيه يعني لازم بيه خيط اخبال لا مبين علي غلاب ليش ما مبين علي ليش؟ ما تبين لا ما تبين بيهن و بيهن حبيبي يعني ايه ايه هذا لوني هذا لوني حبيبي يقول انا الورطت قلبه و قت له حبي فلان و قلت نروح دنج من الهضمضوقي انا شروقي و احب ابني من بغداد و بتبغداد تتعافع للي شروقي اتقل ليش اتغار و انا من الجنوب يعني ما تدرز لمون قد سمار انا من نسمع محب ما بيوق اضوج شلون يمل في القضية و ما اغار و داعتش عش لا عيونه ليدنا ليش و اشتعل و احرق اليابس و الخضار احنا وادم من نحبهم سودنين و اعلمو دا نموت مناه بقرار قول كل شي شروقي ما يفهم عتيج ما تطور مو حلو كل ذا النصار المهم ما نضعك على قلوب البنات بوجه واحد عشنا ما عشنا احنا زار دمعت الحبيتها من الطيح اطيح عدنا لي بتش المره يسمونه عار ما استقبل طالعه و عدت صديق و لازم الضحكين يمه و ما اغار حس بيه اش روقي بس بالحب اطيح و عد خيط من البداوة و دم حار مره قلت مسافرة تذكرين شلور ردنانا و هل ندقي المطار الله حب شي عادع بالحب اها كيوت مو هذا القدامك بالحب والله دا الحب شي شي الطيح قدام الحب اوف كل شي سقط امام الحب و الجمال اقوى سلاح الجمال اقوى سلاح الحب قصة لك بهذا القصة اللي قد عيشها اليوم يعني ما اريد نذكر حبزوات ها؟ حبزوات اتمنى ان شاء الله قريبا بعيدا والله ما اعادر حسب يعني تفكيرهم الاهل راضين تماما بعد اسأل الاهل شنو داخلهم اذا انت و اللي بني متوافقين هم رضاهم رضاك موافقتهم الموافقة اكيد غير راحة اتنا يدورونها اهلي واهلها غير راحة يعني نتحذر العرسك لو شو يعني يعني ان شاء الله اكو مشكلة بس شوي شوي مادية؟ لا ما هم رجعنا على هم رجع على الاساعة رجع على الاساعة انا هاي الساعة تبقى خمس تالاف يمكن هدالياه صديق يجالزها تحياتي الى خمس تالاف خمس تالاف دينار او خمس تالاف دولار لا عم هاي الساعة اهم الساعة طلعوه هسا ما رجحها عم هاي الساعة ذا ابيحة يمكن تعرسلها اربع شباب ها؟ ايه اربع ليش مات بيحة وتعرس اربع شباب بيها؟ nueva المناب يطالبان والله يستاهلوا الشباب كلش الهزة اذا قال لك واحد قاطيني ساعتك اينت أوداتي ابشى بالشارع راح تطويا ها؟ انت اودا تؤ ماشي بالشارع وذا هذية من عزيز طبعا انت حياتنا الحجسايف المشهداني هاي الهدية مننا بس الهدية ممكن تمو عنج القيم bilik ما نعتنا دينا ابد لا نصل على هدية ما قلت لك سعرها لا قلت لك ستعرسلها أربع شباب والناس يراه جابه تقريبا سطيني تقريبا لا خلت خل طلح يعني عشر تالاف شنو عشر تالاف لا أقوى أقوى لا عشرين والناس حسبانها عشر تالاف دينار عشر تالاف دولار أقوى عشرين أقوى ثلاثين وصلت؟ ثلاثين ألف دولار؟ لا أقل؟ لا أعلى؟ أعلى أعلى واحد ثلاثين؟ أعلى أين ثلاثين؟ ما حسنوا ما خيروا يطلعونه يشوفون يلا ثلاثين ألف دولار قيمة الساعة لا أبو والله أمو ثلاثين والله لا تظلم الساعة لازم تقلش قد أنا حضل عدي فضول لا تظلمها هسا خلي العالم يطلعون هاي الساعة يعني أكثر من ثلاثين ألف؟ يابا ما رضح شي بساعة هسا أجوز أقل بهواي أنا أجوز أسا صال لساعة دولغ على اليكيتش وهي أقل بهواي عمل زلا يا الله يالله قبل لا تطلع من البيت تبقى على المرايا لا 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 أنا زلمي لتشنا مرأ بوعي على المرايا وشني تصار بروبشيوشت معاي زلمي ما هيدور على أناقة وترتيب أوكي أناقة وترتيب ويقعد ويرتبي لو عاي زلمي زلمgiving ماذاه علاقة بالمرايا ها هاي شعراها طالعها هاي مدري شين طالعها هاي مدري انت تباع نظرة وحدة للمراية ترتب بضعك وفي مالها بس انت ما تدقق بتفاصيل وجهت لا لا تفاصيل اشي ليش ادقق شكو يلا شكو هاذا انا شكي تحبنا حبيبتي نعم الله ما تحب لهم نعم الله زين علاو لو ارجعت للبيت ووالدته قالتك اليوم خطبتلك مرة باتري لمشي عليها ردت فعلك بهاي اللحظة ابنية احبها ابنية هي عجبتها وقتنع بيها تماما هاي راح تاخذ هلو انا غيران احب توافق له ترفض لا اكيد ارفض ترفض اكيد ارفض هلا يعني الاختيار لازم يكون من اختيارك اكيد اختيار احسانة لا ما اخذ هال يعني يعني اخذ غيرانه عن ما انا احبك ما تحس يعني اللي صيح واحدش ياختك قلبك هافت عذبت والليل شوف يكلف مو ذلة بس هو اللي يحب من طبعه ما يستنكف لو قاعد بنص الشمس من تمر من يمي ارجف داعيك اخاف من العشق خوفت مدير المدرسة لما يجيهم و يشرب بس قل احبك بتشذب بالشقب كلهم راضوا تشذب المحامش قد حلو من يعبر على القاضي بالساعة باوع لك سنة ومن الجقائر قاض مو من كاس من شفاه خمراي احتسوا من باوعت للراي خمراي اللي يساعدك يلتح بخامري وضقتها وركبت اخبالات بي الله كتبت شي حصري في هاي الأيام والله إليه لزعلتك قرأتها هذا الحصري ما أقاري قرأتها ببرنامج واحد يعني عندك أصدقاء أصغر من عندك لون دائما تبشي الناس يعني الأكبر لا عدد أصغر مني بس هو الأصغر منك اليوم ما تستفاد منه؟ يعني ما تستفاد منه خبرة تبشي الكبار حتى تختار من خبرتهم من تجارب أنا ماشي اللي أكبر مني بهواي يعني بعمر والدي يمشوا ياهم وأصدقائي حكمتك بالحياة اللي تمثل على اللاوي على الشيخ شنو دائما تستند عليه تقول هذي حكمتي يا مالك إن الناس صنفان أما أخلك في الدين ونظيره لك في الخلق ماذا لو عاد معتذرا؟ ذلك الحب الأولي أقل له روح أتسوله روح أتميت عليك الذيب ما يبتش على واحد وأنا ذيب الله أخو ما خلقك بس أنت روح تشف نشرك وأنا غيرك مي أجيب عدى دور فايدة براسك وعيش اليدة مبتورة شنو يفيد الطبيب تنذل وترجع لي وهواك وتخون شاش بيدة عليك روحك بالغريب أنت واحد ذي المو مالح ترام جاينا تعال مليتيم على النحيب الله 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 ما دام ابتنعت بالفكرة الأولى أنت تروح خلاص روح أي لا ترجع ترجع شي أقول لك أصدق بيك ممكن تسامح اللي طعنك؟ ممكن ممكن أي ممكن شنو أكثر شي أديك؟ شنو أكثر شي وجع قلبك؟ شنو تقول ليش؟ أنا ما استاهل هذا الشي؟ ليش مرعت به؟ ليش انطعنت؟ ليش فلا شخص حتعني؟ أنا ما فكر القوم ما يفكرش تفكير خلاص سلطيتا كريم أنتو خلاص انطعنت ما انطعنت وراش خلي صير المهم أنت كريم وجهك أبيض أكثر صورة بالقرآن تقراها تحس بقوة تحس بشجاعة تحس أن أنت تريد تحارب أي عدو بسم الله الرحمن الرحيم بس كنا ذكر الآية بالضبط يعني بسم الله الرحمن الرحيم واذ هو وصاحبه في الغار قال صاحبه لا تحزن إن الله معنا هادي سندك سند الله سند لكل شيء كل شيء قد تقراها وين تقراها شوكت يعني قرأتها قبل ما تجينا لا أنا أسمع أكثر من ما أقرأ قرآن أنا أسمع هاي قرآن يعني أنا أنام جوز أنام على القرآن أنام أسمع صوت قرآن أسمعه محمود أنور الشحات يعني أنصح كل متابع خلي يسمع هاي الطائل الإمكانية بالقرآن شين يعني تشذب الأبيض ما كنت شذب الأبيض ينغفر عليه الإنسان ممكن هو السلاح الأبيض مو تشذب الأبيض شين هو هذا؟ السلاح الأبيض يعني ينغفر أوكي ما سوى سلاح أبيض خلي شوي نحش على موضوع العشائر بالختام تحب هذا تجود العشائر يتقعوه أكيد أحبه أكيد أنه يكون العشائرهم يعني هاي أكو أكو لغة هالأيام جاي تداول أنه عشائري وقبلي فلان هيج فلان لا بالعكيس العشائرية والقبلية ترى حلوة صح أكو ناس خربتها لكل قاعدة شوات أكو أي بس يعني أكو تحية لكل عشائرنا العراقية العريقة والأسيرة طبعا كلش قوي أنا بس أخاف بس أخاف بس أخاف أين سلاح ذو حدين لا لا أخاف أخاف تدري من شنو أخاف من الجبان بس من الجبان أخاف أي لأن أكو بيات أبو ذي يقول أنا من الخوزل ما أبد ما أخاف أخاف من الخنيثي عيل بيه فأخاف بس بس من الجبان أخاف منه خوزل ما يجيك مقبل يقلك تعال شون أوصف الجمال؟ الجمال؟ والله والله لو نظرت قريش لعيناك لقالوا آمنا برب تلك العيون بعد إن نظرت عيناها أيقنتوا أن كل قوي للجمال يليين إن الله مع العاشقين لون شعرك هذا مدر الدنيا لي يلي المهم ظلمة الطيني خدك خلي شوفوا دن وجهك ما أبوسك لا تخاف عند عركة وحاجبك شيخ السيوف لون عينك بايقة من الكعب ليش والبياض اللي بيها حجاج وتطوف أنا مدمن على بنادم روح أصار وهو المدمن عج قاير ما يعوف أنت جمل كيف لون؟ عندك صفات من الجمل والأبرز أن تتحمل عطش حر وصحرات شو تحملت؟ والله أنا عند صفات من الذيب أي ما ما أحب الجمل محنة الجمل أوكي أوكي أي ممكن صفات الأسد شجاعة؟ لا لا الأسد لا مو يعني الأسد مو شجاع ملك الغابة لا مو شجاع فوق الذيب لا الذيب الأسد فوق الذيب هو أوكي ملك الغابة لكن الذيب أقوى اقرأ عن صفاتك أنت يا صفات أختار؟ عن ذيب؟ ذيب هاي بي صفات حلوة أولا الشجاع ثانيا يذبح الفريسة ما يأكل الميتة الشيء الثالث يعني أدى طباع طباع هواي يضعت هنا لك كل شيء هواي ها أنه ما يتركبوه ما يتركوه ما هي تذيب بعد صفات تحب الطازج؟ شينيو؟ الأكل الطازج غير كل شيء طازج عندنا طماطا كلها طازج علاو الله يبعدنا من المعنى البعيد تصاحب نقطة بين أصدقائك أين؟ شون تخلص يومنا؟ أكو مواقف يا خصير أكو مواقف يبقيني مواقف طريقة حتى نختم به الله حكاك أكو واحد أكو واحد عدنا بالشبيه يمثل ايه يمثل يقول الطون فرس ايه يقول من الطون الفرس أقول فرس واقف ويجمه يقول أنا لكدتها بعد على المشروع على النهر بعد سيوف وحرب ومدري شلون يقول بعد مرة رحت بها للنهر يقول واحد صاح له يقول لا طبي على الماء قلت لا تطفى هذا المهم فما أقف هو يصير انتهى الوقت صحيح سال حدا شكرا لكم لحسن الضياف والاستقبال شكرا للمخرج اللي تحملنا هواي شكرا لك وشكرا للمشاهدين اللي أصغوا وسمعوننا وهذا كرم أكيد منهم حسن متابعتنا ويا رب الموفقية والنجاح لك ببرنامجك ويا رب رمضان مار كريم على كل العوائل العراقية وعيد سعيد إن شاء الله يمر على جميع العراقين حبه الفاو يا عمري أنت قطعة منيرة موجودة في دول هنا أكو شي حاب أسألك يا وما سألته سؤال معين ببالك لا لا أبد أكو شي زعجك هدف من الحلقة لا كل حال نحن الآن على الهواء مباشرة وما أريد أحرجك لطينا صراحة لا 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 والله كل شي ما حرجني وبالعكس حلقة كانت ممتعة وجميلة جدا شكرا إليك شكرا لحوارك طبعا نروح لبرامج كثيرة نلقى بيها يعني المقدم يجب أن يحترم ضيفة أكيد خصوصيات خصوصيات ضيفة والله يوقع ضيفة بمشكلة الحمد لله وهذا المهم أكيد شكرا جزيلا لك علاوي أنا سعيد جدا والكادر والقناة كل مساعدين بتواجدك شكرا وشكرا لأنه قريت قصائد لجيشنا وليحشدنا يستهلم وحذي رح تدون بذهب يستهلم كل إنسان دافع عن كل جن تقاتل من أجل العراق وأنت واحد من هذا الجنود اللي يتقاتل ويقلب الحمد لله الحمد لله نورتنا على الله وسلمنا على كل أهل كتير تكرار نعم الله عليك وجزاك الله وفي خير وراع السلام سالم يا عمر ننتظر جديدك ونتظر دعوة الزفاف مشاهدين الكرام وصلنا إياكم إلى ختام هذا الجزء ننتقل إياكم إلى جزء الاتصالات والمسابقة ننتظر اتصالاتكم على الأرقام اللي موجودة أسفل الشاشة فاصل وراجع لكم مشاهدين الكرام رجعنا وإياكم أكيد بعد هذا الفاصل القصير وأكيد كان قبل قليل من ضميانا شاعر علي الشيخ ننتظر الآن الاتصالاتكم ومشاركاتكم عبر الأرقام الموجودة أسفل الشاشة شاء الله تكون اليوم من الرابحين وأكيد تنورونا اليوم بكل الاتصالات اللي راح نستقبلها وأكيد إن شاء الله التوفيق لكل من راح شاركنا اليوم اتصالاتكم إن شاء الله تنورنا ومشاركاتكم تكون أجمل وأروع وقتكم شيء اليوم متفاعلين بما أنه احنا مقبلين على عيد الفطر المبارك فنستقبل اتصالاتكم القصاصة تحييري كل من راح شاركنا اليوم أكيد وإن شاء الله تكونون اليوم من الرابحين بليالينا في رمضان عبر شاشة WTV وطن أكيد يلا نقول ألو مرحبا مراحب رمضان كريم رمضان كريم علينا وعليكم وإن شاء الله مقدما على كادر قناة WTV يا حبيبي كل عام أنتو بألف كير أهلا أهلا نورتنا من وياه تحياتي لك تحياتي لك ولكادر مطعم كيلو كباب المشرم يعني أبو فرح الغالي يا حبيبي تحياتي لك يا حبيبي إن شاء الله يسمعك أبو فرح تحياتي لأبو فرح صديقك وخويك على الكباب نعم تحياتي لأبو فرح إن شاء الله يوصل يا حبيبي تحياتنا لأبو فرح أجمل تحية إلى يلا ناكل اتصال آخر بنقول علو عليكم أهلا أهلا نورتنا من وياه حبيبي يا كبراه محمد من برد هذا يامك سعيد كل عام منتب خير وإن شاء الله من العايدين منتب يا حبيبي يصعد الله أيامك شكرا جزيلا وإن حد بفرح متع الشاشة خذت تسمعنا قل جان العيد وابني ريد عيدية على قناة دفليو الحضائية جان العيد فرسي تريد عيدية وحطيها عيدية علما نضامهم دروح طلعهم نايم عليهم نايم عليهم يلا راح أفوزك شنو اسمك شنو اسمك قلت لي إبراهيم محمد إبراهيم هاي هدية من المخرج تروح إلى مركز بسام تجي إلى مبنى القناة وتتسلم الجائزة يلا يتدلل يتدلل حبيبي إبراهيم ناقل اتصال آخر نقول ألو مساء النور رمضان كريم أهلا أهلا نورتين من وياي وانت بخير وأسعد الله سلام يا ربي على الجميع إن شاء الله طمأنين والخير سلام لي وارد أشكرك سيد محمد إياك مر وسعدي من بغداد مر وسعدي أهلا أهلا نورتين يا طيبة سيد محمد ممكن طلب أطلب منك في دول عينك أي نعم كيلو كباب في دول والله ما فائز أبد بكل قرعة يلا ها هي فستي يلا ها هي فستي طبعا هو مو كيلو كباب المطعم اسمه كيلو كباب هي وجبة فطور لثلاث أشخاص وألف عافية يلا ترحوا المعززين مكرمين ها سفوزت اثنين بعد ما أقدر أفوز لدي عدد لحلو طب النبي تطريق ترحى أهلا بآخر أيام يلا ناقل اتصال آخر بنقول ألو 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 السلام عليكم وعليكم السلام من وياي وياك خيرية جاسم من نحر خيرية جاسم موفي استويانا قبل فترة لا والله ما سوفتها من جزر لحدها سأثر يلا شاء الله تفوزين يلا شاء الله تفوزين أهلا أهلا نورتين حباق عيشان بالله عيشان بالله تريدها من عندي تجول جلبك من المخرج من المخرج هو المخرج خطيئة ما ما أخذ جائزة لحدها زين زين أوكي سمعيني شي فرحني يعني شاء غنيلت غنيلي طيني شعر طيني شعر طيني شعر يلا أريد هالهولة يلا أريد هالهولة يلا رسعي ماما هالهولة يلا دخلتوا يانا أو فيستويانا فيستويانا والله ما أقدر أكسر بيكم بس أتمنى أرجوكم بعد لحد يحرزني لأن ما راح أقدر أستقبل شكرا جزيلا ربي حظي تجيب باطر إلى مبنى القناة وتستلمين الجائزة ناخذ اتصال ونقول ألو شكرا خير مساء النور أهلا وسهلا منو ياهي معتز علي من بغدان منو معتز علي معتز علي أي تحياتنا إليك شكرا جزيلا نورتنا وأهلا أهلا به يلا ناخد اتصال آخر نقول علو أكيد أتشرب بكل اتصالاتكم وبكل متابعاتكم عبر شاشة WTV وطن وليالينا في رمضان بهذه الأمسية رمضانية الممتعة أكيد ألو عليكم أهلا أهلا نورتنا من وياي عبد الرحمن رعد نعم عبد الرحمن رعد عبد الرحمن رعد عبد الرحمن رعد من وين من بغداد من بغداد شكرا إليك يا عبد الرحمن يا حبيبي نورتنا وإن شاء الله تكون من الفائزين أكيد علو السلام عليكم وعليكم السلام أهلا أهلا نورتنا الله أكرم على الجميع من وياي من وياي من وياي نقطع الاتصال للأسف ناقض الاتصال آخر ونقول ألو 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 السلام عليكم عليكم السلام من وياي؟ من العام أنت بخير؟ وانت بألو بخير أسعد الله عيامك نور رياض من بغداد نور رياض من بغداد من وين من بغداد؟ من بيّاع البيّاع أهلا أهلا نورتنا شكرا لاتصالتش ناخد اتصال آخر ونقول ألو سلام عليكم وعليكم السلام والله أكرم على الجميع من وأن تبأ لي في خير يا حبيبي أصعد الله عيامك محمد ذرين من بغداد أهلا أهلا نورتنا أي عادي جدا قاله السلام عليكم وعليكم السلام أهلا أهلا نورتنا السلام عليكم السلام من بغدار تحياتنا علي تشاريم هادي وإن شاء الله تكونوا من الفائزين شكرا جزيلا ألو 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 إيه هاشنوش دي يصير إيه يلا انتصال آخر نقول ألو 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 أكيدا نتشرف بإتصالاتكم ومتابعتكم وأهلا بجميع المتصلين ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام منوياي لما باسم من بغداد منو لما باسم من بغداد لما باسم من بغداد تحياتنا قلت شكرا جزيلا لإتصالك شكرا عفوا نأخذ اتصال آخر اتصال آخر ألو ألو رمضان كريم أهلا وسهلا علينا وعليكم حبيبي يا حبيبي منوياي باسم فاضل نعم باسم فاضل جاسم فاضل لا لا باسم فاضل باسم فاضل منوين من بغداد منوين من بغداد من الكاظ مياه شنو حافظ شعر فتشي سمعنا لا والله محافظ عبد عبد والله انت متزوج لا يعني ايه ايه متزوج صالك ايش قد متزوج قديم جديد لا والله قديم ايابا يعني بها سنة تقريبا قديم بلالفين وخمسة عشر الفين وخمسة عشر يعني صالك سس سنوات سبعة سبعة صالك سبع سنوات يلا ان شاء الله تكمل حياتك تكلها سعادة ونجاح وتوفيق واهلا اهلا نورتنا ممتنعي لك ناخد اتصال اخر ويقول الو الو السلام عليكم وعليكم السلام منوياي روان نصير من بغداد روان نصير من بغداد تحياتنا اليتشا روان شكر روان جزيلا نعم عادي ام الشارك اكيد عادي ها الو الو تلعام انت بخير وانت بألي بخير أسعد الله عيامك وعيامك وعيامك ربي حفظك منوياي مرام هادي مرام هادي اهلا اهلا نورتنا شكرا دزيلة اللي اتصالك ناخد اتصال اخر ونقول الو 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 رمضان كريم علينا عليكم ربي حفظك منوياي مودة علي من بغداد نعم مودة علي رويدة مودة مودة دائما انت تتصلين بينا يمكن فسي قبل فترة ايو صديقتي البرنامج ها صديقتي البرنامج علي ايو فسي وي انا ايو صح ابي ايو شنو فسي مطعم له شنو ايو مطعم مطعم يلا شكرا الاتصال ان شاء الله ايضا تكونين من الفائزات ناخد اتصال اخر نقول الو 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 تمام السيدة البخرة تجي بلغني نسوي القرعة وان شاء الله نشوف اليوم من الفائز ويانا بها هذه المسابقة وان شاء الله تكونون من الفائزين طبعا مطعم كيلو كباب فاز بيها الاخ اللي الاخت اللي اقتصت بينا مروة سعدي فازت من مطعم كيلو كباب بغداد السيدية شارع قطر الندى مجاور زنود الحمداني تحية للسيدة مفرح وفازت من اثنين من بسام حرجونة والان رح نسحب اسم واحد فقط للي رح يفوز من بسام ناخذ هذا الاسم لما باسم من بغداد لما باسم من بغداد لما باسم من بغداد تحياتنا الي تشاء لما ومبارك لكي الفوز وان شاء الله يحالفكم الحاف غدا رح تكون اخر حلقة انا في ليالينا في رمضان ان شاء الله نختمها بمحبة وسعادة واذا الله خلانا طيبين باخر يوم من شهر رمضان المبارك يوم غدا ان شاء الله وكل عام وانتم بألف خير اعاد الله علينا وعليكم باليمن والبركة واليسر واكيد بالختام وجه اجمل تحية لأفران الطاحونة بغداد العرسات ومطعف كيلو كباب وايضا اجمل مصورين واجمل كادر والصوتيات فارس حتى لا يزعل والمخرج حيدر والموعد حسن واعد وتحياتنا لكل من شاهدنا ولكل من يتابعنا هذه تحياتي محمد الافندي صفحة عندي واحدة رسمية على الانستجرام هي محمد الافندي باقي الصفحات غير تابعة علي محمد الافندي اكيد راح تدخلون تشوفون اني ناشر من فترة كلش طويلة فهذه صفحتي الرسمية التقيكم ان شاء الله باتر نفس الزمان ونفس المكان مع السلام اشتركوا في القناة